أروح لمستر كارلوس كيروش الراجل حقيقة محيرنا معي يعني من زمان ما شفتش مدير فني اختياراته بتعمل حالة بلبلة وبتثير حالة جدل بالشكل اللي بيعمله مستر كارلوس كيروش ممكن حد يشوفها نوطأ إجابية وتتفق معي أنه برضو ما ننكرش أنه من ما كسب بطولة كاسة العرب أنه المنتخب كسب بشكل كبير جدا قناعة الراجل بزيزو لأن أنا من دي وان شايف أنه زيزو كان لازم يبقى موجود في المنتخب واستبعده قبل كده ما كانش مبرر حقيقة ما كانش منطقي على الإطلاق محد زي أحمد رفعت بعتقد وناديت من قبل حتى ما ينضم لتشكيلة المنتخب في بطولة كاسة العرب قلت أنه لعيب الحقيقة أولا لعيب دولي عشان الناس اللي ما تعرفش أحمد شارك مع المنتخب نسخة 2013 على ما أتذكر فهو مش جديد على المنتخب المصري والولد الحقيقة على مدار موسمين مقدم مستويات كويسة جدا وبالتالي كان يستحق المشاركة وكان يستحق الحياة الفرصة وأعتقد أنه استغال الفرصة أفضل استغلال لكن ده ما يمنعش برضو أنه القايمة الخاصة وهي قايمة أولية القايمة الخاصة بأمم إفريقيا برضو يعني شهدت علامات استفهام كبيرة جدا زي ما قلت لحضراتكم إحنا المجموعة بتاعتنا فكركم بقى بما أن إحنا قفلنا كاسة العرب ودخلين على بطولة أم أفريقيا عندنا مجموعة بالضوم من مصر معها نيجيريا ومعها غينيا بساو ومعها السودان السودان إحنا واجهناها أعتقد أنه قربتنا وقربتكم كمان من إمكانيات وشكل المنتخب السوداني غينيا بساو إلى حد ما مش مصنفة وإن كنت الحقيقة ما بقيتش باخد بالتصنيفات قوي بالذات في الكرة الأفريقية فيه منتخبات صغيرة اتطورت جدا 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 في السنوات الأخيرة وتصفيات كاس العالم الأخيرة فيه منتخبات ما كناش بنسمع عنها أحراجت الكبار أحراجت الكبار بحجم تونس بحجم نيجيريا بحجم الجزار اللي احنا بنقول عليهم منتخبات تصنيف أول القايمة شاهدت عودة تريزي جي الحمد لله على السلامة طبعا نجمنا المصري المحترف في الدار الإنجليزي اللي بيلعب لأستون فيلا كانت إصابة طويلة جدا عمل جراحة في الرباط الصليبة لكن بدأ يتواجد في التشكيلة بتاعت أستون فيلا حتى لو بيلعب في الفريق الثاني لعب وسجل أعتقد هدف من راكلة جزاء لكن تريزي جي شئت أمابيت واحد من اللعيبة اللي لازم تراهن عليها لكن في حاجات أو يعني مش متعلقة بأسماء في حاجات متعلقة أكتر بفكرة المعايير اللي بيختار عليها مصر كارلوس كيروش الواحد مش قادر يمسكها ما فيش حد حتى من الناس اللي بتحلل أو الناس الكبيرة دي القايمة اللي اختارها طبعا كارلوس كيروش الشناوي ما فيش شك ما فيش خلاف عليه حمد فوزي حرس إسماعيلي معام حمد صبحي ومعابو جبل ومعاهم محمود جاد واعتقد طبعا الخمس حراس هيتم استبعاد واحد منهم بعد كده عندنا أيمن أشرف أحمد أبو الفتوح وإحجازي عمر كمال عبدالواحد عمر السلية مصطفى فتحي محمد صلاح مصطفى محمد محمد مجدي أفشة إمام عشور أكرم توفيق الوينش وإنني وعمر مرموش وعبدالله السعيد مروان حمدي رمضان صبحي رمضان بيرجع المنتخب وكان مطلب الحقيقة يعني يمكن عشان مشاركته مع بيراملس في الكونفيدرالية لكن الحقيقة رمضان يظل واحد من اللعيبة اللي لازم تراهن عليها في أي وقت نتمنى بس أنه يحاول يعني يرجع زي ما كنا عارفين وأحمد سائد زيزو أحمد حسن كوكا إبراهيم عادل أحمد ياسر ريان محمود علاء مدافع نادي الزمالك أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي محمد هاني دخل القايمة أحمد رفعت ومحمد عبد المنعم من الناس المبشرة جدا واللي برضو بعتبرهم مكسب من بطولة كاس العرب محمد حمدي ونبيل عماد دونجا وتريزي جي معهم محمدي فتحي وشريف محمد شريف ومهند داشين ومحمد فتح الله مدافع غز المحل في ظهور أول مع منتخب مصر أحمد رمضان بيكن سموحة ومروان داود طيب إحنا على فكرة ما قلناش مروان حمدي في القايمة وملا قولنا مروان حمدي ومروان طبعا من الأسماء برضو يعني عليها علامات استفهام حسين فيصل وأسامة فيصل تم استبعادهم وحسين فيصل كان يبدو أن في قناعة كبيرة جدا بيه في بداية بطولة كاس العرب تم استبعادهم القايمة علامة استفهام على أساس تم ضم محمد هاني لو بتتكلم على فكرة المشاركة لأنه لو بتتكلم على فكرة المشاركة يبقى كان من باب أولى جدا يعني بنفس المنطق يعني أنا بقيس بمنطق القياس يعني إن حسين الشحاتي لازم يبقى موجود إن حسام حسن مهاجم النادي الأهلي لازم يبقى موجود إن عمار حمدي لازم يبقى موجود لعيبة دي كلها دولية وأساسية مع فرقها ومقدمة مواسم في منطقة القوة في الفترات الأخيرة فيعني أنت على أي أساس يعني أنا مش بكلم على أسماء والله خالص طرق حايمة برا القايمة ليه يعني إحنا بكلم على منتخب مصر اتفقنا بننسى الألوان إزاي طرق حايمة في بطولة إزاي بطولة أمم أفريقيا يبقى خارج التقييم هل الموضوع فني ولا ليه أسباب تانية هل من الممكن إن وحد يكلمنا عن المنطقة أو المعايير اللي تم على أساسها اختيار الأسماء دي ولا ده شيء مش مسموح منقشته أو ملف مش مسموح فتحه ترجمة نانسي قنقر